اهلا بكم اكد رئيس هيئة قلنة السويس الفريق سامة ربيع عن الاحتفال بذكرى تعويم السفينة ايفر جيفن هو رامز على قدرة المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه امام الازمات والمحن كما اشهد الفريق ربيع بالمسندة الكاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وانما يعد هذا اليوم رمز على قدرة الانسان المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه امام الازمات والمحن تلك التي تتفوق بامتياز في تحولها بعون الله الى انتصارات وانجازات اما ونحن نسترجع معا هذه اللحظات الفارقة والتي كان يشهد العالم اجمع ما بين مساند لجهودنا وين متأمل في ما يمكن ان نسفر عنه ازمة اغلاق اهم شريان ملاحي وتجاري عالمي وبينه متربس لاصدار احكام قد تكون قاسية على كيفية ادارة هيئة القناة السويسو من خلفها الدولة المصرية للازمة ونحن نسترجع ما حدث على مدار ستة ايام لابد من كلمة للحقيقة والتاريخ اجدها واجدها كل منصف مفتاحا للتفوق والنجاح والاداء المبهر لابطال قناة خلال جهود تعويم السفينة الجانحة الا وهي المساندة الكاملة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع ان الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين في تخطي العديد من الصعاب التي لا تقل خطورة عن ازمة جنوح السفينة ايفر جفن اتفال بيوم تفوق هيئة قناة السويس هو منسبة للتأكيد على ان الهيئة قد نجحت خلال العامين الماضيين في تخطي العديد من الصعاب التي لا تقل خطورة عن ازمة جنوح السفينة ايفر جفن ومن المناسب هذا الصدد ان نشير الى جملة ما تحقق من انجازات بلغة الاركام والاحصائيات رغم تحديات انشار فيروس كورونا المستجد مع ما ترتب عليه من اصابر مدمرة على العالم اجمع وهي مناجحة الهيئة في مواجهته عبر العديد من السنرهات فضلا عن تطبيق حزمة وسعة من الحوافز التسوقية كان لها اكبر الاسر في تجاوز المحنة بنجاح وتحقيق ارقام هي الاعلى في تاريخ الحقيقة قناة السويس الامر الذي يشير بوضوح الى ان النجاح في مواجهة التحديات كان نجاحا مضاعفا قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ان الازمات المتتالية التي يمر بها العالم خاصة عقب جائحة كورونا وما يعانيه من نتائج وتدعيات الصراعات والحروب وازمات اسعار الغذاء والطاقة تعزز من حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم لا سيما في الدول النامية والناشئة التي اتخذت خطوات بالفعل في سبيل تحقيق التعافي من تدعيات جائحة كورونا والسعي لتحقيق مستقبل اخضر لذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتراضية التي عقدها منتدى البحوث الاقتصادي ERF تحت عنوان ادارة الاقتصاد الكلي في اوقات الازمات واكدت وزيرة التعاون الدولي انه من الضروري ان يسعى المجتمع الدولي لنوع من الادوات غير التقليدية من التمويلات مثل التمويل المختلط والتمويلات الميسرة المبتكرة التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا السعيد بالامين العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاناكتاد ريبيكا جيرنسبان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ذلك على هامش مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة على مدار يومي 29 و30 من مارس الجاري تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل بدبي وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات اكسبو 2020 بدبي واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة في عدد من الموضوعات البارزة كتمكين المرأة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات وجهود الصندوق السيادية انهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات حيث ارتفع رأس المال السوقي 6.8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 731.180 مليار جنيه على صعيد المؤشرات المشاهدين ارتفع مؤشر اي جي اكس ثورتي بنسبة بلغة 1.36 في المئة ليغلق عند مستوى 11.393 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سبنتي متساوي الاوزان بنسبة بلغة 0.36 في المئة ليغلق عند مستوى 1928 نقطة في مصعد ايضا مؤشر اي جي اكس 100 منتساوي الاوزان بنسبة بلغة 0.72 في المئة ليغلق عند مستوى 1918 نقطة والى اسواق العملات المشاهدين حيث تباينة اسعار العملات امام الجنيه المصري يسجل الدولار الامريكي 18 جنيه 27 قرشا لأشراء مقابل 18 جنيه 37 قرشا للبيع فيما يسجل اليورو 20 جنيه 26 قرشا لأشراء مقابل 20 جنيه 38 قرشا لألبيع في حين وصل الجنيه السيرليني الى 23 جنيه 98 قرشا لأشراء مقابل 24 جنيه 12 قرشا لألبيع هذا فيما لوصلة بها العملات الأجنبية العملات العربية مشاهدين نبدأ بها الدرهم الامريكي يسجل 4 جنيه 97 قرشا لأشراء مقابل 5 جنيهات لألبيع فيما يسجل الريال السعودي أربعة جنيهات سبعة وثمانين قرش اليشراء مقابل أربعة جنيهات تسعة وثمانين قرشا للبيع إلى أسواق المعدن المشاهدين هبطت تسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية لتصل إلى ألف ثمانمائة خمسة وتسعين فاصل خمسين دولار للأوقيع على صعيد المحلي سجل الذهب عيار ثمانية عشر نحو ثمانمائة وثلاثين جنيها للجرام فيما يسجل الذهب عيار واحد وعشرين تسعمائة وسبعين جنيها للجرام في حين واصل سعر عيار جنيه الذهب عيار أربعة وعشرين ألف ومائة وثمانية جنيهات فيما واصل سعر جنيه الذهب إلى سبعة ألف سبعمائة وستين جنيها إلى أسواق البترول العالمية ومشاهدين حيث هبطت أسعار النفط في مماء يصل إلى 7 دولارات للبرميل أثناء التعملات موسعة خسائرها من الجلسة السابقة بعد أن وصفت روسيا محدثات سلام مع أوكرانيا بأنها بناءة في حين تضرر الطلب على الوقود من إغلاقات جديدة في الصين وذلك لكبح لانتشار فيروس كورونا هبطت عقود أيضا خام القياس العالمي مزيك برينت بنسبة بلغة 1.400 لتوصل إلى 105.46 دولار للبرميل فيما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكسوس الوسيل بنسبة بلغة 2.3 مسجلة 98.75 دولار للبرميل إلى البرصات الرئيسية حيث أغلقت مؤشرات البرصة في منطقة الخليج على ارتفاع ولامس المؤشر السعودي أعلى مستوياته في 16 عاما وسط مخاوف من نخص إمدادات النفط قفز سهم المصانع الكبرى للتعديل 30% في أول يوم لتداوله في البرصات السعودية كما صعد المؤشر الرئيسي لسوق دبي بنسبة بلغة 1.9% في برصة أبوظبي واصل المؤشر الرئيسي للأسهم الصعودة للجلسة السادسة على التوالي وغلق مرتفعا بنسبة بلغة 1.7% وجه الرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حكومته بالبدء في إعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديدة وذلك بحلول أواخر أبريل المقبل لتخفيف تدعيات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والحبوب في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا وألقت الأسعار المتزايدة للطاقة والحبوب بظلالها على الاقتصاد الياباني بينما قررت البلاد إقرار ميزانية قياسية تبلغ 107.6 تريليون ين أي نحو 881 مليار دولار لأسنة المالية الجديدة بهدف دعم الاقتصاد الياباني نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين عودا مجددا إلى الزملاء إليكم شكرا رجاء